قام مناضلات حذب التجمع من أيل الديمقراطية والتقدم بذيارة لرئيس الحذب وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة التغريب التالي لتجاني حسين رماد وقراءة آدم حنفي فاضل تعب المرأة دورا كبيرا وأساسيا في التنمية وتحقيق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية في التطور لوقوفها إلى جانب الرجل وبهذا الصدد قمنا نساء حذب التجمع الديمقراطي من أجل التقدم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قدمنا للرئيس الوطني مطالبات باعتبارهن يعملن في وسط المجتمع الديمقراطي المعاصر وفي كلمته قال رئيس التجمع الديمقراطي من أجل التقدم محمد لو طاهر كلمة أكد فيها جاهزية الحذب لإعطاء المرأة مكانتها الحقيقية ولعب دورها في الحياة السياسية إن مثل هذه المداخلات مما لا شك تفتح آفاقا جديدة لنساء الحزب الوطني إردبي من عجل المشاركة في المحافل والمناسبات ورسم البهجة والسرور تجاه الرئيس الوطني للحزب